بالله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وبعد انتهينا في اللقاء السابق الى ان القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي الى الرسل بانه وحي بطريق خاص وهو ارسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون انه يوحى اليه وقلنا ان القرآن انما سبت بذلك لانه معجز وليس منهجا فقط والاعجاز يتطلب ان لا يكون للبشر فيه مجال لان الاحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم احاديث ايضا رواها بالوحي عن الله ولكنه وحي بطريق النفث في الروم فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله وذلك يعتبر توافقا ومرة يعدل له الحكم ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله ان تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على انه قد يخطئ نقول لهم ذلك جزاف في القول نريد ان نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب معنى الخطأ ان توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له تعلم الناشئ ان الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل تصوب له انت ذلك معنى انه اخطأ انه خالف القاعدة الصوابية التي اعطيها اما اذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال انه اخطأ لان اخطأ تكون عنده قاعدة صوابية فالاشياء التي عدل الله فيها لرسوله احكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة ولكنه امر لم يارد فيه حكم عن الله فقال محمد فيه ببشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الامانة ما قال ولكن ايمكن ان يقول قائل ان حكم البشر في قضية مساول لحكم الله في القضية فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقال انه صواب له خطأ انه هداه لما هو اصدر ولذلك تجد القرآن دقيق في هذا العطاء محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد اسمه زيد ابن حارسة زيد ابن حارسة كان ملك لخديجة فوهبته لرسول الله فوهب هذه الهبة قبلت من رسول الله وظل عبدا له فلما علم اهله لانه كان خطف منهم وبيع في مكة لما علم اهله بوجوده في مكة جاءوا اليه فلما جاءوا اليه هذا ابوه فخيره رسول الله فلما خيره رسول الله قال زيد رضي الله عنه ما كنت لأختار على رسول الله احدا كلما انطقي فالذي اختار رسول الله على ابيه لابد ان يكرمه رسول الله التكريم بقى من جنس ما فقده زيد فتبناه يعني كان له ابا بدل ابو فسمي زيد ابن محمد تاتكريم على قد البشر لان هو سلب نفسه الابو وكانت ابو لا رضيش معه وظل مع رسول الله فقال بها استحق ان يكون ايه والتبني كان موجود عند العرب لكن الله يريد ان يبطل هذا التبني مش كان الله ابطله ثم احياه محمد ثم صواب الله لمحمد التبني ما كانش فيه حكم اسلامي لسه كان موجودا اذا فرسول الله جاء على الايه على الاصل فلما اراد الله ان يبطل التبني الادعوهم لابائهم مش زيد ابن محمد زيد ابن حارسة انظروا الى دقة الاداء القرآني والانصف للرسول الاعظم ذلك اقصط عند الله اقصط افضل اذا الذي فنعه محمد كان في مقاييس البشرية فاضلة لكن في مقاييس الاله الاعلى دي احسن فصواب فعل رسول الله من حيث ظن الظنون انه خطأ ذلك اقصط لم يكن ذلك كسط يكون قد نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم جورا ولكن حينما يقول ذلك اقصط نسب لرسول الله عدلا ولكن هو عدل بشري ولا غبار في العدل البشرية ان يعدل بالعدل الاعلى الالهي هل يستنكف محمد ان يعدل له ربه هو من اللي بيربيه هو مساو له اللي بيربيه لا فنظروا الى دقة الاذا ذلكم اقصط عند الله اقصط طيب كلام كويس من الذي فجع في هذه القضية زيد كان اسمه زيد بن محمد شيء يعني واصبح زيد ابن حاليس فانظروا الى عدالة الحق في التعويض يعوض زيد عما فقده من زيد بن محمد الى زيد بن حارسة بان يكون هو الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن على من ما في اسم عبد الا زيد شوف الشرف التعويض يبقى ايزا لم يقال لا يقال ان الله ولذلك يجب ان يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى ان هو الا وحي ايه يوح علمه وما ينطق قبلها يقول وما ينطق عن الهوى يقولك مدام ما بينطقش عن الهوى ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح نقول له لا الصح بس ما كانش عنده الصدر عن هاوى ده عن مقاييس كده المهم ان ما فيش هاوى جنح به الى شيء اه يبقى اذا لازم نفرق بين الايه بين الامرين ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم يعيز يعني يتك على بشرية محمد وان انتم تدولوا اكثر مثلا نقول له يا اخي رفقنا كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده فرق بين العتبين فرق بين ان يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر وفرق بين ان يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر هذا عتب وذلك عتب انما عتب عليه في الاولى لانه قصر ولكن ذلك عتب لصالحه في السانية يقول انت بتسهر نفسك ليه مش ككفاية كده قوم انت وينهره هيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له عتب له رسول الله في قضية ابن ام مكتوم مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وياخدوا منها بقى ويتكلموا طويل نقول لهم افهمهم يا ناس ما الذي اختاره رسول الله في امر هذه القصة هل اختار الامر السهل ام اختار الامر الصعب ده ربنا بيقول له وما عليك اللازق ما ما تسدهم الناس دولي انت تعب نفسك وينك فارك وينش ليه علشان يأمن ده واجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الاحكام كده يبقى نهول نساء ابن ام مكتوم ولا صناديد قريش لا ابن ام مكتوم اسهل فبتعرض نفسك للاسعب ليه بتعرض نفسك واما من جاءك يسعى وهو يهشى فانت عنه انت بتمزم نفسك بغل ملتزمن به اه اذا بيحتب لصالحه ولا بيحتب عليه اه يبقى بيحتب لصالحه بيحتب لما تحرمه ما احل الله لك يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه بقول ربنا حل لك العجادية ليه تنزم نفسك منك تحرمه الله يبقى اذا العتب في القرآن نما جاء لصالحه يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه ونفهم ان الله لم يصوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله لا ما كانش في حكم خالص فاكتهد محمد بشريته فلما اكتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن وهل نستنكف ان يقول اللي عند ربنا احسن لا ما نستنكف فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو لصالحه هو لماذا تحرم ما احل الله لك يعني ليه لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب ام دا لا تقولها الا لمن تحب لمن تحب وقد الزم نفسه بشيء اكثر مما يجب ايه مما يجب عليه وايضا يدل محد السمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله محد السمع وهو اللي قال فكان دي مطلق الامانة وامانة الاداء والنزاهة حتى اللي عليك بيقوله حتى اللي عليه ولو لم يتغير من اجله الحكم لو كان حيتغير الحكم يبقى معلش لان الحكم حيتغير فيبقى يقول انما مثلا في قضية الاسرر تعتبادر الحكم زي ما قال النبي ومع ذلك ذكر رسول الله اعتبه في هذا وقال له عملت كده ما كان لنبي هل الحكم تغير ام بقي بقي طب كان ايه لزم الدجة انما امانة البلاغ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيب اذا فكل ذلك يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى عن الله ما بلغه فيه شيء عليه يقول فيه شيء يقول كل حاجة يقول اذا القرآن لازم نستقبل على انه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد نزل الينا كما قاله الله كما قلت لكم تأتي الاشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد هم ليه بس يخلف دي علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني لا دا كل حاجة بمزاق كل حاجة بمزاق ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة فبقوا يحزفوا مثلا الالب بتاع باسم ومالف تبارك نقول له يا شيخ انصف يا عاقل ياللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله كويس لو ان هذا خطأ املائي كما تقولوا من الصحابة لسر الخطأ في كل مكتوبات القرآن انما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف فلو كان فيه خطأ كانت لازم تيجي ايه ماشا جبارك تيجي بره بألف ومرة من غير ألف لو ان ريبة زي ما قلتلكم جت مرة بالواو جت مرة بالايه لو ان المسألة مسألة خطأ لكن جيه ثم شيء آخر ما دلك على أنه تلقي جيه ما بيسمع بيقول حاكي لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم وقرأناها في أول صورة لنشرح ألم ترى ما هيدي ألف ولام وميم ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل ايه اش نعنى أريد دي ألف لام ميم وديك ألم ما هي الاتنين زي بعضهم مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي قرأها جبريل ومحمد هكذا فقرأها هكذا وقرأها هكذا فإذا فالرسم لا دخل له هنا رسم ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا على التلمزة فيكتبوا القرآن بالحروف بقواعد الإمن بقواعد الإمن وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش فقال ده عشان نوثر على الناس القراءة فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتابه أي واحد يروح يراه ده لازم يتلقاه لازم يتلقاه لأن القرآن إنما جاء بالتلاقي إنما كأي كتاب وإسا كده وتحتره ده ربنا بده يدينه قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتحتره لازم تقرأها عن قارئ والقارئ عن قارئ والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد محمد نقل لصحبته صحبته نقلونه طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقرأ زي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي ولذلك لما قلت له قال داخل بن يسا قلت له لا التيسير إن كنت تتخلي يتلقى ما يقراش الواحد أبدا مش زي أي كتاب لأن دي تلقى ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقفيا تكتب على غير كتابة الإملاء عشان يبينك برضو إن كتابته مخصوصة كتابته كراءته مخصوصة وكتابته مخصوصة ولا يمسه إلى المطهرون عشان عشان مش كل واحد عناصر التمييز عشان تديله لإيه تديله القداسة تديله القداسة فأنت في ألف فبقول له أنت هو رحمه الله انتقل فبقول له أنت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيه الإملاء ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام وميم وبرضو كتبتها ألف بس آ ل ما أنا راجل انداش قلت له أنت خالفت قاعدتك كان الأصول بقى مدام حتكتبه على قواعد الإملاء إنك أنت تكتب إيه الألف آ ولام وفي وميم وإيه وإيه وميم كده هو ألا لا بس قلت له أنت خالفت أنت نفس خالفت القاعدة وما حصلش لك اكتراء في أن تكتبها على طريقة الإيه الإملاء وخلتها لكن الذي سيقرأك يعلم أنك كتبته على طريقة الإملاء مش كده فساعة يقرأ على قاعدتك يبقى إن أرى ألم يبقى صح إن أرى ألم يبقى إيه يبقى أنت اللي إيه وفي على سود للك الكتاب ومتحد المسألة إذن فهاجب أن نستقبل القرآن على المش وطلق كتاب واحد يقول لك ده نبقى يسر قراءته للناس فقال له لا الأول يسر تلقينه للناس يتلقنه بعدين يقرأ إيه كويس علشان يأخذ المدد الصفائي من السلسلة الأولى من الرب الأعلى إلى من أوصل لك القرآن قلنا بقى إن الكون يفسره يفسره ففيه موجتان الآن موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمينها بالقرآن وموجة يتقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش لإيه هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ ليه قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية لأن النظرية مدام لسه نظرية تخطأ فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت حتقول للقرآن إبقى أنت بقى حتزبزب في القرآن لكن هناك فارق بين نظريات علمية وحقيقة علمية إيه الفرق هو معنى كلمة علم يعني إيه أنا عايزين نفسر كلمة علم ما هو العلم الألفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى بس معنى مفرد يعني مثلا سماء ما علانة إنما إيه لونها ما قلست السماء وزرقاء والسماء ومش عارف إيه ما قلناش إذن اللفظ له إيه معنى مفرد مش في جملة ولا حاجة الأرض اللي إحنا عليه الكوب إنما هل الكوب ملقان هل الكوب مثلا كريستال هل الكوب دي وجايج هل الكوب صرف ما لناش دعوة إذن فالألفاظ لها إيه معاني في ذاتها وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل تدخل المعاني في جمل الجمل دي بتسمها إسناد محمد ساعت ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده وساعت ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم إنه بيبذل لما نقول محمد كريم يبقى عملنا إيه إسناد أسنادنا مين الكرم لمين محمد طويل محمد قصير مش كده بقت في جملة تركيبية يعني إسناد بنسند له حاجة ساعة تسنده شيئا إلى شيء نجل نقول لك هذا الإسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به الإسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به يقول لك مرة يبقى مجزوم به هو مرة يبقى غير مجزوم به يقول له مرة غير مجزوم به إن كانت النفي والإثبات قد بعض يبقى اسمه شاك اسمه إيه شاك أنا عايز أسند لمحمد محمد كريم يبقى فيه إيه النسبتين قد بعض يبقى ده اسمه إيه محمد يأتي غد أو لا يأتي يبقى فيه إيه شك في الإسناد فإن ترجح واحد يبقى ظن تقول أظن أن محمدا يأتي غد يبقى ده غالب الظن أنه إيه فإن كان غالب الظن أنه ما يجيش تقول إيه أتوهم أن يأتي محمد يبقى النسب التي لا يجزم بها كم نسبة ثلاثة إما متساوية يبقى شك راجحة تبقى ظن مرجوحة تبقى واحد يبقى كم نسبة عليه في الآن في غير المجزوم به ثلاث أشياء شك أدواء ظنن واحد طب إن كانت النسبة مجزوم به النسبة مجزوم بها تقول له طيب إنت جازم بها صحيح إنما هو الواقع كده ولا غير كده يمكن جازم بكذب يمكن جازم أقوم أقول له آه إن كان مجزوم به وده ما هوش الواقع أهدى الجهل يبقى الجهل هو إيه بقى هل الجهل ألا تعلم ولا أن تعلم عكس الواقع أذي 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 صعوبة الجهل الناس يظنون أن الجهل ألا تعلم لا ياريتك ما تعلمش إنما الجهل أن تعلم خطأ يبقى إن كنت جازما بها وهي غير واقع فذلك جهل شوف بقى فذلك إيه جهل طيب لا مجزوم بها وواقع يقول له تقدر تدلل عليه يقول لك نعم أقول له ذلك هو العلم يبقى العلم إيه نسبة مش كده؟ يعني إسناد ومجزوم به وعليه دليل طب فإن كان نسبة مجزوم بها مش غادر أدلل عليه نقول له ده تقليل زي الولد ما بيقلد أبوه قل هو الله أحد ويقضي يكرر فيه لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل يبقى بيقلد مين؟ أبوه أو يقلد أستاذه يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غيره حاصلة وإما تقليد إذا كان جازم بها وواقع بس مش غادر يدلل عليه وإن كان جازم به وواقع وغادر يدلل عليه فأدى العلم فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا يصطدم مع النسب الأخرى يصطدم مع الجهل يصطدم مع التقليد يصطدم مع الشك يصطدم مع الظن يصطدم مع الوهن أما شيء سبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم لأن قائل القرآن هو خالق الكون ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الآي؟ من النسبة الثانية تقول له إذا كان دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة كرآنية أو تقول دي حقيقة كرآنية ولا تكونش هي الحقيقة كرآنية فتصطدم بحقيقة كونية مثلا لما نيجي الناس اللي بقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها مش كده؟ يعني بسطناها ماذا كده؟ تقول له أنت غلطت في الحقيقة القرآنية مددناها ما تمنعش التكوير وإنت ظنيت إنها تمنع التكوير تبقى أنت غلطا في الحقيقة القرآنية لذلك لما قالوا الأرض كروية قلت اصطدم القرآن ومع الكلام لأن اصطدم القرآن بفهمك أن لأنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك ليه؟ قال لك لأن معنى هو الأرض مددناها الأرض مطلق الأرض يعني كل ما تروح عند حتة أرض تلاقاها إيه؟ في أرض بعدها في أرض بعدها لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لأ؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول مفيش ممدودة يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس فاصطدمت مع الحقيقة الكونية يبقى إذن إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا استضام أبدا وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي نقول لهم لا يربطوه بالحقائق بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية وتجد هوايا بعضها تماما ما تختلفش إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية برضو تيجي مثلا لما جم قالوا قالوا يعلم ما في الأرحام قالوا 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 إيه دي وليس حاجة خاصة من دلوقتي تبقى تبقى بعد وبياخدوا عينات ويعرفوا إيه اللي فيناه تبقى آه أنت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية ومي هي الحقيقة الكونية طب ومن قال أن الحقيقة القرآنية مكسورة عن هو زكر ولا أنسي ده بقولوا يعلموا ما وما عاما طب حيبقى طويل ولا صير زكي ولا غبي حليم ولا غضوب كل دي يبقى إن عالم أنه زكر مهش كل مدلول معه مهش كل انت حسرت مدلول مية في الحكاية دي ازاي ثم تعالى يعلموا الله ما في الرحم ويقول الطب حيعلم ما في الرحم زكر ولا أنسي خلينا نقول برضو زكر ولا أنسي نقول لنا ما حياخد عينة ويحللها إنما ربنا يعرفها ويقولها لمن أراد بدون أن يحلل وبدون أن يرى الحامل حتى بس ويعلمها قبل أن تحمل مش كده ولا لا بيعلمها بدليل قال له يا زكريا لأنه بشرك بغلام وسمه له اسمه يحل طب الطب بقى لما نقوله بالله روح لرحم لرحم أم مرض زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي ده لسه ما عصلش حاك يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على على شيء إيه على شيء آخر نقول له لا اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة أما بأمر النظري زي أول عصر الحديث ده وقع فيه كبار العلماء مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون الشيخ تنطاوي جوهر والشيخ المراغي والشيخ محمد عبدو أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات هي دي السبع سماوات هي دي السبع سماوات ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرهم هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بإن القرآنهم يقول له يا أخويا والشمس والكوكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلية السماء الدنيا وبعدين مش جيه بس كمان نبتون جيبوا لوتو ومش عالف جون كم واحد كده بقى بقوا كاد بقوا احداشر أهل وكانوا عايشين كنا قلنا إذا ربنا بقى غلطان ده هم احداشر سماء وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلمي نقول له لا الكواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده نبين وبين الشمس اللي هي أم المجموعة كلها تمن دقايق ضوئية تمن دقايق ضوئية تمن دقايق ضوئية تعني مية ستة وتمانين ميل أو تلتمية ألفوا كيلو تقوله ده تمن دقايق ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها مائة سنة ضوئية الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية فيه كواكب تانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية وكل دي دون السماء الايه دون السماء الدنيا يبقى السماء مالها بقى ايه ولما جم في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم يا معشر الايه جن والانس ان استطعتم ان تنفضوا من اكتار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان قالك ده سلطان العلم اللي طلعنا للامر طب بس ايه حشر الامر في السماء ده ربنا بقول اكتار السماء وايه والقمر ضاحية من ضواحي الارض ايه دخل الحكاية دي في السماء هم قالك بسلطان نبقى نطلع للايه نقول له اهو ده غلط لان لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكم يا شواظ من نار ونحاسم فلا تنتصرها مش كده ولا لا يقول له ما اللي الا بسلطان دي يقول له ده دي الاهل وحيد ان لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول ان حديث المعراك حديث لان النبي صعد للسماء مش كده والقرآن بيقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكتار السماوات والارض تنفذون لا تنفذون وسكت انما كلمة الا بسلطان يعني بسلطان مننا نديك جواز مرور تطلع ما نديكش جواز مرور ما تطلعش يبقى هي دي الاهل اللي بتؤكد صدق مين صدق الرسول لو لم تأتي هذه لكان يبقى فيه اشكال تبقى ملهاش دعا بقى بانك طلعت الامر لان الامر ملوش علاقة بحكية السما الامر فين والسمى فين ده ملايين السنين الضوئية اللي لما تعمل رقم رقم ما نقدرش نكتبه لما تكون مليون اضرب مليون في ايه مليون سنة مليون في تلتمية خمسة وستين في اربعة في اتناشر ايه في اربعة وعشرين ساعة في ستين دقيقة في ستين ثانية في مية ستة وتمانين الف ميل يعني تلتمية الف ايه كيه لشوف الرقم ده بقى ينقر ازاي ما ينقرش ازاي ولما يقول لك هنبعث ناس ومش عارف ان تقوله تبعث مين يا خوي لا يطلع امتى يرجع ايه يطلع امتى ها اذا المسائل يجب ان نألحظ ان هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين ايه قلنا وهم قلنا وهم او شك فاربط القرآن بالحقيقة العلمية السابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة لانك تزبزيب الايه تزبزيب القرآن كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول انت مخلص صحيح ونفسك تستشرب لان قرآنك يصدق عيات الايه عيات الكون نقول له لا لكن نلحظ انك انت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه الى الايه الى الكذب مرات اخرى اذا فالذين يمنعون ملهمش حق والذين يجيزون على الاطلاق ملهمش ايه حق نقول له فيه نسب ستة اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة السابتة واما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فاياك ام تربط القرآن بواحد من هذه وان كان يحتمل ان يكون حقا وان كان يحتمل ان يكون ايه ان يكون حقا حين اذا نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لانه مهيم فان قال القرآن قضية وقال الناس باي شكل قضية وهي تناقضه نقول لا القرآن مهيم لان كلامك ظن او وهم او شك او تقليد او جهل وكلام الله يقين فعدل نفسك كده لحد من ايه لحد من شوف ولا عيب ان لا تفهم لانه ليس في امر تكليفي في امر بالله لما زي ما قلت لكم لما عرفنا ان الارض كورة والارض بالدور ومش عارف ايه ما الذي زاد من التكليف طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الاميين او الناس اللي بدقول اللي حصل لهم يبقى برضو حلم لا ينفع وجهل الله لا يضر ماذا ابننا يا ماذا اذا فالامور المستورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها الى ان تنضج النضج الذي يشرفك فان تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انهم ايه الحق يعني مثلا حينما احنا كنا نفهم واخنا صغيرين في الجغرافية ونقول مثلا ان الارض كورة صح كان الاول بنجيب عليها ادلة دلوقتي مش حايزة ادلة لانها بقت مرئية اما طلعوا كده وجابوا الصورة مش كخلاص اظنني انه مش حايزة ليس مع العين اين مفيش مع العين اين خلاص كويس او كده وبعدين هنا نسمع ان الارض في حوالها الغلاف الجوي والغلاف الجوي بتاعه بيعمل ايه يدوره معه يدوره يبقى الغلاف الجوي بتاع الارض من الارض ولا لا هو من الارض كنا نقرأه قديما قول الله سبحانه وتعالى خرسيره في الارض فناخده على ان الارض ظرف للسير وظرفه المظروف ومش عارف ايه يلا لكن بعد ما عارفنا ان الارض حتة منها جوه يبقى انا بمشيش على الارض لان ما يمشيش على الارض اللي اذا كنت خامشي على الجو بقى انما انا مدام الجو فوق بتاع الارض وهو منها يبقى انا ساير فين في الارض هبقى انا ساير فيها فيها هبقى انا ساير فيها دي جد لو كنا اجهدنا الاسلوب علشان نفهمه زمان كان ايه بسعب انما بعد ما عارفنا يبقى الحقيقة الكونية عملت ايه اقربت لنا وخلت الانسان يلدر يلتكت بقى يبقى اذا ربنا لما قال قل سيره في الارض يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي والغلاف الجوي ده منه يوقع تفسيله عنها وانا ساعة ما بمشي بمشي في ايه بمشي في الغلاف الجوي بتاعها يبقى المشي فيها مش ايه مش حالية يبقى اذا لما تركنا الحقيقة الالمية تندق لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحابة صنع الله كان يقول لك ده ينقي في الاخرة ما مش متصور jan مش متصور ان الارض اللي هو عليه بطيهم ش تبقي يقول لك ده في الاخرة يقول له لا ده الكلام بيجيب يا في الاخرة وقاها في الدنيا ولو كان في الاخرة يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء هي الاخرى محل كلام من ده ده لا مش ده صنع الله الذي اتقن شيء يدل على ان القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل فقال لك لا ما تغربهاش على العقل ده صنع الله من بعد بقى معرفنا ان دي بقى حقيقة نقدر بقى نفر منه صارت حقيقة كونية وعليها دليل هي وانتهى يقول وترى الجبال تحسابها جامدة وهي تمر مرة صعبة طب الجمال ثبتة في الارض وهل تمر الجبال هذا المرة إلا إذا كنت الارض لازم فيها ضرورة وقوله سبحانه عشان يديك يعني ذي المعنى وهي تمر مرة السحاب والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بوسطة الريح فكأن حركة الجبال مزاتية حركة تبعية بتاعة الارض حركة تبعية بتاعة الارض وترى الجبال ترى الجبال تحسابها وهل في الآخرة حين تخصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين معنى تحسابها يعني انت انفاهمك من الأخبط إنما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان كل المعلومات هتبقى إيه هتبقى يقينية مش حسبان إذا مدام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء فأنت بتحسب إنها كده تحسابها جامدة وهي تمر مرة السحاب ومدام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش ايه مش ذاتية بل حركتها بوسط ايه تابعة لدوران الايه لدوران الأرض والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان الكبال العالية دي وعملتي تمر هذا المر ده كان المفروض إنها تنفصل إنها تنفصل عن الأرض لا ده بدي أقولك إن فيه توازن ما تنظرش إلى البروز العالي ده انظر برضو إلى الزرع اللي تحت فيه تناسب في الكتلة معنى التناسب في الكتلة هو اللي حافظ توازن الكرة بلك لو لا التناسب في الكتلة بمعنى أنك لو أخذت قطاعا من محيط أي قطعة في الأرض إلى مركزه وجبت قطاع تاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا إن تغير لو بنت عمارة لازم تقع لو بنت عمارة تعالى الكرة كده وحط على حتة عينة بالزاقه في ناحية كده وخلي الكرة دا تلتفت له إيه إسماء الطرد والإبعاد ليه لأن التوازن هيختال لكن الأرض سيلة من تحت مصهورة ساعة متين شوية صخور من قبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده أقول لا وبقت زادت في قطاع العمارة تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الأرض رو عامل توازن على طول وبقت تمام ده التوازن ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي ليه لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت راح شوية من السائل موازي للميزان راح رايح للحطة اللي ضعفت منها فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض زي قد بعضها تقوم تدور مهما تدور ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بتقع لو كانت جمدة بقى تحت وكانت اطنعترد كلها إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في الكون بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون لها حمل كل سر في الكون له مدة حمل وله ميلاد ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها بدلي سيبها لحد ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تقب كده وتخلها ولذلك شدنا عمر قال له دا حي يحصل قال له يحصل قدام بلا استعدله يمكن يحصل قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤزن الله لعقول أن تجده الله ما تقعش نتعب نفسك في أشياء ملحى أول ولا إيه آخر في علم لا ينفع وجهل لا إيه وجهل لا إيه لا يضر إذن فالقرآن لابد أن يستقبل هذا الاستقبال كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية ومدم يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه إحنا كنا قلنا زمان إن الكون فيما ليس لي فيها عمل مضبطة معنا إنما فساده جاي من إين؟ كل حاجة أنا دخلت فيه هي اللي فسدت لأنني دخلت فيها بدون منهج الله ولو دخلت في الأمور الاختيارية بمنهج الله لا استقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه أنا ضربت مثلا قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان توم تلتفت تلاقي الجمال الله وبعدين روضة تانية الناس إيه عارفوها وبقى وروحوها في الأجازات والمش عارف إيه تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر المز وقشر البلطان والعظم وزف السمك ومش عارفوا إيه والعيال شخت هنا والولد عمل هنا وعارفوا الدنيا لأنهم دخلوها بغير منهج الاحتياط لو سبوها كده زي ما تروح تلاقيها بجمال ما فيش حسن من كده وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله يعني شو قال لنا كده إذا بمنهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختيارية ليظل جمال الكون موجودا وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته لأن ما يجيش ركض في القلب إلا عدم رضا فمدام أنت ترضى عن الوجود يبقى جميل قدامك كده لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل ما فيش حاجة أقل خلاص يبقى الكون كله إيه كله جميل إذن منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وداءت فيها كسرت ولذلك شف الشفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء إيش ما نقدم الشفاء على الرحمة طب ما تكون الرحمة الأول عشان ما يجيش مرض وبتاع الرحمة أن لا يوجد داء إنما الشفاء أن يكون الداء موجودا وبعدا نجيله العفية فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لأ فجاء ليشفي من الداءات أولا فإذا شف من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة تبقى تيجي تبقى تيجي الرحمة ليه لأن الأصل في الأشياء إنك أنت تنع الشر اللي طرق عليها أولا درء المفسدة مقدم على جلب على جلب المنفح وبعد ذلك تبقى القرآن جاء شفاء لأنه نزل على فترة من الرسل وداءات البشرية كسرت فلابد من شفاء هذه الداءات فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الرحمة ولا تأتي داءات فإن حصلت غفلة وجاء الداءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد وإلى لقاء آخر إن شاء الله